أكدت وزارة التنمية المحلية أنه تم توجيه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمرور على المخابز وتأكد من وضع لوحة إرشادية تحتوي على أرقام المسؤولين في مكان ظاهر للجمهور بمدخل كل مخبز وذلك لمساعدة المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات وأشار وزارة التنمية المحلية محمود شعروي إلى أن الدولة تقوم بتحصيل غرامات على المخابز المخالفة وإعداد تقارير دورية بشأنها مؤكدا أن تطبيق هذه الإجراءات بالمحافظات أثمر عن توقيع غرامات على عدد من المخابز بمبلغ ثلاثة مليارات جنيه وتم تحصيل مليار وستمائة مليون جنيه منها ويجري تحصيل باقي الغرامات